السلام عليكم الله يستدقى أوقاتكم وأهله وسهله بفيديو جديد من فيديوهات نوفرتك بفيديو اليوم رح نشوف مجموعة من الإضافات المميزة والجميلة لمستخدمين وبونتو وكافة التوزيعات اللي بتستخدم الواجهة الرسومية اقنون الإضافات اللي رح نشوفها بعضها رح يكون من الناحية الجمالية للنظام والبعض الثاني لتحسين تجربة المستخدم ومتسهيل بعض المهام الإضافات اللي رح نشوفها اليوم متوافقة مع وبونتو 21-04 أو 21-10 وكافة التوزيعات اللي بتستخدم الواجهة الرسومية اقنون بإصدارها 40 وما فوق بالنسبة لأوبونتو 21-10 رح نشوف خطوة واحدة لازم نعملها ببداية الفيديو لحتى نخلي هاي الإضافات تشتغل بدون أي تأخير خلينا نبلش بالنسبة لأوبونتو 21-10 لازم أنه نحذف الفايرفوكس نسخة السناب وننزل الفايرفوكس نسخة الأب لحتى نقدر نضيف إضافة الإكستنشنز للمتصفح بالنسبة للتعليمات فهي موجودة بسندوق الوصف الإضافة الأولى اللي رح نشوفها هي ووظيفة الإضافة هي إنه تغير موقع البانيل من يسار الشاشة لأي مكان تاني أنا بختاره الإضافة فيها الكتير من الخيارات مثلا ممكن إني أخفي زر الابليكيشنز التطبيقات إذا كنت رح استخدم الإضافة اللي رح نشوفها بعد شوي ممكن كمان إني غير موقع البانيل حطها على اليمين على اليسار فوق تحت بأي مكان بديها على سطح المكتب مع هاي الإضافة كمان ممكن إني غير شفافية الشريط وباستخدامها كمان ممكن إني غير ارتفاع الشريط البانيل وعرضها إذا بدي خليها تكون شبيهة بالبانيل البلدوك اللي موجود بالماك فبغير عرضها لحتى تصير أشبه بالدوك من إنه تكون آخذ كامل عرض الشاشة مع هاي الإضافة كمان ممكن إني غير المؤشر اللي بيكون موجود عندي تحت أيقونات البرامج المفتوحة فمثلا بشكل افتراضي بيكون تحت البرنامج تحت الأيقونة في عندي شريط آخذ كامل عرض الأيقونة عن طريق هاي الإضافة ممكن إني غيره لنقطة ممكن إني غير عرض الشريط هذا الكلام بينطبئ على البرنامج المفتوح واللي عمالي يستخدمه بالوقت الحالي والبرامج المفتوحة والموجودة بالخلفية وعن طريق هاي الإضافة مثلا ممكن إني ضيف الزر اللي بيعرض لي سطح المكتب اللي بيخفي كافة التطبيقات وبيعرض سطح المكتب مثل الموجودة بالويندوز سبعة والويندوز عشرة ما المتذكر لأنه ما عدت استخدمت ويندوز من زمان بس بالويندوز سبعة أكيد كانت موجودة بالنسبة لي أنا بعتبرها أول إضافة لازم أي شخص بيستخدم الأوبونتو أو أي توزيعة جنوم أو أي توزيعة مبنية أو أي توزيعة بتستخدم جنوم فهاي أول إضافة أنا بضيفها بالنسبة للتوزيعات غير أوبونتو باعتبار أنه أنا ما في عندي داش في عندي بس البانيل فالإضافة الشبيهة فيها اللي هي اسمها بانيل تو دوك وليس داش تو بانيل تاني واحدة من الإضافات اللي هي الأرك مينيو أنت إذا كنت من الناس اللي متحولي على أنه يكون في عندها قائمة برامج سواء بالويندوز أو بالمنت أو بالبلاسما أو بالأكس أف سي فهي الإضافة بتسمح لي أن نضيف للبانيل قائمة شبيهة بهي القوائم وممكن مثل ما شفت بالإضافة اللي قبلها إذا كنت عمالي إذا بدي استخدم هاي الإضافة الارك مينيو أني اخفي زر الابليكيشنز ويظل عندي بس القائمة طبعا مع هاي القائمة مثل ما أنا شايفين على الشاشة ممكن أني غير الواجهة لأي قائمة بديها ويندوز عشرة ويندوز إيداعش بلاسما لينوكس مينت أكس أف سي إي أي واحدة بديها فيني غير ثيم القائمة غير الألوان غير الشفافية يعني فيها خيارات تعديل وتخصيص لا بأس فيها كمان إذا بدي استغني عن السلوك الافتراضي لزر الويندوز أو السوبر بيجنوم وقت اللي بضغط عليه ممكن أني غير هاي الزر لحتى يصير يفتح لي القائمة بدل ما يكون عماله يفتح لي الواجهة التطبيقات وفيني إذا بدي غير أيقونة القائمة حط نساء أيقونة التوزيع اللي عمالي استخدمها أو إذا في عندي أيقونة خاصة فيني ممكن أن نحطها كمان بالنسبة للإضافة اللي بعدها اللي هي بلور ماي شيل وظيفتها هي عبارة عن هي عبارة عن إضافة جمالية فقط لا غير لأنه بيجنوم أربعين أنا وقت اللي بفتح قائمة الابليكيشنز رح يكون في عندي خلفية بلون داكن بدون أي شفافية أو ضبابية أو البلور إفكت فهي الإضافة وظيفتها النظيفة عندي شفافية والضبابية البلور بالنسبة لإضافة كليبورد إنديكيتر فأنا شخصيا بشوفها إضافة مهمة جدا ولكن ممكن أنه تعتبر مشكلة بالخصوصية وظيفتها أنها بتضيف للبانيل قائمة بكل الأشياء اللي قمت أنا مسبقا بنسخها للحافظة وفيها شوية خيارات ممكن أني أمسح الهيستوري بعد مدة زمنية أنا بحددها ممكن أني حدد حجم الهيستوري وفي عندي ممكن أني ضفلها ممكن أني ضفلها اختصار للكيبورد لحتى أفتحها بشكل مباشر أما الإضافة اللي بعدها اللي هي الـ Improved Workspace Behavior فهي بتضيف للبانيل مؤشر بيعطيني قائمة بكل الـ Workspaces اللي أنا قمت بإنشاءها واللي موجود عليها Applications أو برامج مفتوحة وعن طريق الضغط على رقم كل Workspace ممكن أني انتقل من Workspace لا تعني شبيهة بالـ Workspace الموجودة بالـ XFCE ممكن أني عدلها فغير مكان المؤشر من يمين الشاشة لا يسارها أما إضافة Vitals فهي أهم إضافة من كل الإضافات اللي شفناها لحد الآن اللي بتعرض لي معلومات عن حالة الجهاز ميزاتها إنها بتعرض استهلاك البطارية كمية الرام المستخدمة أو المتاحة بتعرض استهلاك المعالج بتعرض المساحة الفاضية على الـ Hard أداء المراوح على الكميوتر المكتبي من خلالها ممكن أني افتح مرنامج Software System Monitor مباشرة بدون ما نروح للقائمة أو للـ Applications وطبعا مثلها مثل الإضافات اللي شفناها ممكن أني خصصها بشكل كامل وبالطريقة اللي بدي إياها فمسلا ممكن أني غير درجة الحرارة من أو ضيف حساسات ثانية غير الموجودة بشكل افتراضي إذا ما بدي شوف الأيقونات ممكن بس أني أعرض البيانات اللي عملها تطلع الشاشة بشكل أرقام فقط لغير إذا بدي مثلا نشوف سرعة الإنترنت ممكن أني غيرها من الـ للبيت للـ للبيت وبالنسبة لآخر إضافة اللي هي الـ من اسمها هي يبارة عن إضافة بتعرض لي حالة التقص للمدينة اللي أنا فيها بتعتمد على مزود الأحوال الجوية مفتوح المصدر من الاسم إذا كانت خيارات الموقع الجغرافي مفاعلة فالإضافة رح تلاقي مدينتي بشكل أوتوماتيكي إذا لا ممكن أني ضيفها بشكل يدوي مثلها مثل غيرها ممكن أني غير الوحدات مثلا الدرجة غيرها من السلزوس للسحرنهايت سرعة الرياع غيرها من الميل للكيلومتر الضغط الجوي غيره للميل اللي يزئبق ومن هالأمور التانية بالتخصيص كما ممكن أني أعدل بالواجهة إذا بدي أعرض عدد الأيام اللي بدي أعرض حالة الطقص فيها بنهاية الفيديو بتمنى أني يكون الشي اللي شفنا اليوم عجبكم إذا عجبكم المحتوى لا تنسوا الاشتراك بالقناة بالنسبة لغير المشتركين ولا تنسوا مشاركة المحتوى مع أثقائكم وتتركوا لي بقسم التعليقات شو آراءكم وملتقي فيكم بالفيديو الجاية وبأمان الله ترجمة نانسي قنقر